أهلا بكم تابعينا مع بيتيو بديد ومنخص أجدد وقبل ما نبدأ أتمنى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر جلوس ويلا بينا نشو الحكاية بتبدأ بطفلة لطيفة اسمها سوهيتا أهلا بي ودوها مدرسة إسلامية دخلية عشان تدرسوا في لاحظة توصولها للمدرسة تقرار زوجها من ابن المدير بيرو عشان يشيروا هما الاثنين هنا دي المدرسة في المستقبل وبنسافر بالزمن ونشوف بيرو متضرر من اتفاق الأهل القديم لأنه بيحب أريا لكنه بيرضخ في النهاية لاتفاق الأهل وبيتجاوز سوهيتا ومجرد ما بيتقبل عليهم باب واحد بيصرح لها بأنه تم إجباره على الجوازة دي لمصلحة المدرسة وعشان خاطر والدته وأنه مش هيقرب منها وجوازهم هيكون سوري وبيتفق معها على عدم تصريح الأهل بحقيقة علاقتهم أبدا بتفتكر سوهيتا كلام جدها عن سبب تسميتها بسوهيتا وأن الاسم ده كانت يمنا بملكة عظيمة حكمة مملكة ضخمة ودايما كانت بتنتصل في معاركها وأنه بيأمل أن سوهيتا تبقى في نفسه قوتها وتقدر تكسب معركتها قصاد جوزها بتستمر الحياة وسوهيتا شغالة في المدرسة وبيرو بيتجامع بشكل مستمر فرشة عمل في القهوة بتاعته اللي أسسها على عكس رغبة والده والمفروض أن أريا كانت بتساعده قبل زواجه في تنظيم التجمعات وتحفيز الأطفال المتدربين لكنها انقطعت عن جلسات المجموعة بعد زواجه وفي وقت متأخر من اليوم بيرجع بيرول البيت وبيقم خلاف بينه وبين والده بالسبب تأخره ومجرد ما بيطلع قوته بيتجاهل تماما أي مبادرة اهتمام من سوهيتا وبيصدها بعجوز بس بتنقلب الابتسامة لما بتوصله لسهيل من أريا وبطلع السوهيتا التغير ده ولما بيدخل الحمان بيجيلوا مكلمة من أريا وبتشوفها سوهيتا وانما بيخرب بتشوفوا بيكلمها عن قره التجاهلها لي وبعدها عن تجمعتهم وبعد ما بتشوفوا سوهيتا كل ده بتركع قضيتها تقرأ قرآن بدون ما تتكلم خالص تاني يوم لما بتروح سوهيتا المدرسة بتلاقي حماتها معينة مدرس أدب جديد اسمه دارمة المدرس ده كان بيدرس له سوهيتا شخصيا وكان يفوستل طفاغ نوع هماء ويبدو ان المشاعر كانت متبادلة وتقول لها حمتها انه جيب أطفال أيتام وانهم ما يتولوا تعلمهم وتطلب من سوهيتا تعرف منه أكتر عن الأطفال عشان ده ساعده في رعيتهم وتعلمهم ومجرد ما بيتكلمه سوى بلاحظ دارمة عليها الفطور لكنها بتقوله ما هيقلقش وانها مش بتعيني من أي مشاكل وبيعزمها هي وزوجها على الأكل وعلى زيارة أبروالي صالح في قريةه اسمه أجنغ وبديها رقمه الجديد الكل بيكون ملاحظة تعاس على أوشها سوهيتا لكنها مش بتقول حاجة عن اللي بيحصل في بيتها ولا حتى لصدقتها المقربة لكن صدقتها بتستندق لوحدها وفي يوم من الآياب بتروح مع صاحبتها لحفلة إصدار كتاب لطريقة دارة العلاقة الزوجية وللمصدفة بتقدم حفلة التوقيع أريا وفاجة بيكي بيرو بلاحق أريا اللي بتدار تتفدي لكن لو حسن رحظ سوهيتا بتكون بعيدة كفية مش بتشوف اللي حصل بينهم وبتشتري الكتاب وبتحاول تتعلم الطرق الستة لتحسين علاقتها مع بيرو وأول ما بيرجع من بره بلاحظ أنها بتحاول تتقرد منه بس بيغرب للحمام ولما بيخرج بتحاول تلمس إيده لكنه بيسحبها بيستمر في إقعاد عينه عنها وبيجيله مكالمة من أريا بيضع تحكول اللي كانت سوهيتا بتعمله ولما بتخلص المكالمة بيقمر سوهيتا ما تحاولش تجري تاني ولا تتقرد منه ومبتقدرش سوهيتا تغلب دموعها في اللحظة دي بعد كامي يوم بيكلم صحابهم اللي بيحصلوا لبيته وأصدقاء المقربين بيغضوا صف سوهيتا وده بيضيقوا جدا وفي نفس الوقت بياخد أهله القرار المنتظر بإعلام سوهيتا بكونها وديرة المدرسة الجديدة لكن الأم بتقترح عليها الأول تروح في شعر عسل مع زوجها قبل ما تنغمس في الشغل ما تلاقيش في وقت فراغ رغم رفض سوهيتا في الأول إلا أن الأم بتصر على الفكرة وبتوعدها أنها هتكلم بيرو في الموضوع وفعلا بتكلمه وبيكي بيرو المدرسة متحصة بكتب وبيفش غضبه في سوهيتا وبيتهمها بيدخيل الفكرة في دماغ أهله وبيرفض يروح معها في أي مكان وبيقول لها تلاقي عزر تشين بيها فكرة شعر العسل دي من دماغهم ومجرد ما بيمشي بتعايد تاني وبتنفس كلامه سوهيتا بتروح مع صداقتها القبر الوالي أجنج وفي وقت زيارتها للقبر بتقبت سوهيتا وصداقتها المعالم درما وبيتبادل أطراف الحديث تسألوا صديقة سوهيتا عن سابق ونو أعزب لحد دلوقتي طيب يقول إنه لسه منقش رفيق تروحه طيب يقول له أو يمكن رفيق تروحه متجاوزها شخصي تاني وطبعا بتلمح على سوهيتا طيب يحس درما بالحرك ويوضحهم وفي نفس الوقت بتقبت آريا بيرو وبتقول له إنها تبعت لوحدة اسمها تيانا كمديلة لها لكنه بيرفض وبيقول لها إنها لو ما رجعتش هيلغي ورشة العمل تماما طيب تقول له إنه كان المفروض يستعد لنسحبها بمجرد زوجه من سوهيتا ونسحبها ملوش علقة بي وانا بسوهيتا ومع إلحاحك بتوافق إنها ترجع للشغل ترجع سوهيتا البيت علشان تلاقي بيروبيز عقلها عشان والدته تعبت وهي اللي كان معها الدواء لكنها كانت مع صدقتها في رحلتهم فما كانش بحد يراعي والدته في اليوم ده ورغم دفاع الأم عنها بتعتذر له سوهيتا وبتعتذر للأم وفي غدا تاني يوم بيبلغهم الأهل إنهم هيروحوا في رحلة لمقابر أحد الأولية ثلاث أو أربع أيام بيطلبوا منهم طول الفترة دي يفضلوا في البيت سوا ويراوهوا بعض ومنشوف سوهيتا بتقرأ قرآن وفي أثناء قرأتها بيتخيلها بيروك وكأنها أريا ومجرد لمساعة بيركع للوقع وبيشوف حقيقتها لوسته وبيتجاهل زوجته كان عادة لما بيخرج بيروك بتسكي الأريا اللي بتصده مجرد ما بتأثير المكالمة بتنسح دموحها وبتمسح صورها وذكرياتها معاه ولما بيكي صدقها وانه يعرف مي كلامهم ساول إنها ناوي كتسافر هولندا مش بيبلغها أي حدا من صاحبها خوفا من ردة فعل بيروك بس هوا بيكون مستنيها على باب بيتها ومجرد ما بتوصل بيتأثبها على جوازه من سهيتا وبيقرب غلطه وبيقول لها إنه ملمسهاش وانه يرجوها لبعض لسه ما فتشعر القوان وانه هيحارب عشانها وهيتجوزها رغما على الكل وقارية مش بتعلق بأي كلمة وبتدخل بيتها وهي متجاهلة تسألوك إذا كانت لسه بتحبه ولا لا بتغاني بدمحه هي بتفتكر بذكريات الماضي وإزاي يتعرفه على بعض وقرب من بعض وإزاي بدأوا سوي ورشته لما بيرجع بيروك بيلاقي سهيتا كعادتها بتقرأ قرآن ويبدأ لها بكلمات سخيفة وحدة عن طموحها في أسرته ومدرساتهم وساعدتها بيجوزهم الميت لإن هدفها مكانش تكوين أسرة من الأساس فبتبكي سهيتا برخ القوضة وبيشوفها والد بيروك بيقول لها إنها بتفكر بزوجته جدا لإنها برضو لما كانت بتزعل منه كانت تخرج في الهواء كده عشان ما يشوفهاش وكانوا دايما بيوصلوا في نهاية لأرض مشتركة ترديد طرفين ويطلب منها تسامح بيروك بيسافر الأهل تاني يوم لقبور أحد الأولية زي ما قالوا لهم ويسيقهم في البيت لواحدهم وفي أول يوم ويحس بيروك لألان شدارة في المعدة فبتقدم له سهيتة زنجابيل وبترهد علينا إن هو على السرير وهي هتنام على الكنبة تحدي بيتعاتها بترعيب الكملات والأدوية معرفته اللي جوه للطبيب بتأكله في سريره ولما التعب بيشتد عليه بتتصل بصدقتها عشان يروحوا للطبيب اللي بيبلغهم بإصابته وهم التيفود وأنه لازم يدخل المستشفى لحد ما يخف بتستمر سهيتة في الصهر معه ورعايته بتتجاهل نصية صحبتها بتتخلي عنه ونها مش ضروري تعيش في بقص لحد ما تعكس عشان بتحبه مع رعايتها بيبدأ يخف وبيطلب منها تكيب كتاب من البيت وبيقول لها إنه هيبعت لها اسم الكتاب برسالة لأن الاسم طويل مش هتعرف تفتكره فبتفاجئه نعم مش مثقفة في العلوم الإسلامية واللغوية بس لما بترسله كل أسامي الكتب في مكتبته من تاريخه وفلسفة وخلافه وبتقول له إنها قارت كل الكتب دي فبيقول لها اسم الكتاب وتاني يوم بتقول له إنه بقى تمام ويقدروا يسيبوا المستشفى دلوقتي لكنه مش بيهتم قوي لأنه بيكون مجغول مع فيديوهات من ورشة العمل لحبيبته أريا وهي بتعلم الأطفال ولما بيروحوا بيقول لها بيرو إن أصدقائها يزوروا النهاردة عشان يبلغوا آخر تطورات الورشة ويطلبوا منها تجهز لهم الغداء وتوافق فبيشكرها لأول مرة في حياة لما بتخرج بالأكل بتتفاجئ سوهيتا بوجود أريا لكنها تتعامل مع وجودها بشكل زكي مش بتحسس أي حد إنها متضايقة بتنضمينيهم في المجلس وبتقول لأريا إنها كانت كويسة جدا في الفيديو اللي بعدته بيروحوا من الورشة وإنها أكيد ألهمت أطفال للتطوير من نفسهم وفي وسط كلام المجموعة عن سعيهم لتعليم الأطفال صنعت الأفلام الوسائقية بتنصحهم سوية إنهم يستخدموا مدرستها للتصوير وتقديم أفلام عن تعليم الأطفال في المدارس الإسلامية والمساوية في التعليم بين الطلاب والطالبات والفكرة بتعجب أريا جدا لأنها كانت كتبة كتاب أساسا عن الموضوع ده وبعد موفقتهم على الاقتراح بتعزمهم للغدا تدخل لها أريا المبخ بتسألها لو تعرف حاجة عن علاقتهم سوية بتقول لها آه فأريا بتقول لها إنها سعيدة جدا إن بيرو سعيد معاها لكن سوية بتقول لها إنه مش سعيد خالص وإنها لسه بتحاول تسعده وعلى الأكل بيظهر تفاهم ومودة بين أريا وسوية وآريا بتتفاهم سمع حب أهل بيرو لسوية وإصرارهم عليها منشوف بعد كده سوية ويا بتطلب من بيرو إنها تسافر لجدها لأنها مفتقدة بيتها بس بيرو بيرفض عشان أهله لما يرجعوا ما يحس جوي مشاكل بينهم لما بيخش الحمام بتقول له إنها اتصلت بصدقتها توصلها وهتمشي معاها لحد بيت جدها لكنه بيلحقها قبل ما تمشي بيقول لها إنها مش هتروح عشان هيروحوا يتغدوا سوا في مطعم بيخدها من إيديها لمطعمه المفضل اللي ألهمه اللي افتتاح أهوته بيقول لها إن والده هو اللي عرفه عليها وبيصار وقت الغدى إن بيرو بدأ يتقبلها ويعملها ببعض اللطف حكس الماضي لدرجة إنه كان بيغسل إيديها بنفسه وبعد الأكل بروح يتمشي على النهر بعدين بياخدها معاك لما كان شغله بيقول لها هناك إن والده رفض مشروعه لأنه مش بيشوف أي نشاط خارج المدرسة الإسلامية بتاعته طشاط ناجح لما بيوصل الأهل البيت من رحلتهم بتقول لهم سهيتا إنها ما جهزتش غدا لإنها حبة إنهم يتغطوا براه نهاردة بتاخدهم معاها الأهوت ابنهم اللي بتعجبهم جدا وبينالي الأبن وعملوا رضا أهله أخيرا بفضل سهيتا وقت غداهم بيتكلموا عن الأحفاد وبتدهي سهيتا من الكلام وبتمشي لكن بيرو بيمشي وراها طب تسأله إذا كان هيخلف منها خوفا على زعل أهله زي ما تجاوزها لنفس السبب بيتخطوا الموضوع ده في الوقت الحالي على الأقل وبيبدأوا تنفيذ فكرة وصائف المدرسة الإسلامية بعد ما بتنجح سهيتا في إقناع الأب بضرورة الشغرة عشان المدارس الإسلامية منافسة للمدارس العامة والخاصة ولتدمير الصورة النمطية عن كونها مدارس العلم الديني فقط وفعلا بيتصور الفيلم بيخرج أريا بتقديم سهيتا اللي بعد التجربة دي بتبقى علاقتهم أقوى وبيشيروا الألقاب عن بعض وحتى أن أريا بتهتم سهيتا وبتبدأ بينهم صداقة بكت وبنرجع لبيت الأهل بيلحظوا بلامح سعادة لأوش سهيتا وبيروب فبيسألهم إذا كانت حامل وسهيتا بتجذب عليهم وبتقول لهم إنه احتمال تكون حامل بس هي لسه مستشرتش طبيب ولن بيرجعوا القوضة بيتخانق معيها عشان كذبت عليهم فبيتقول له إنه هو اللي كذب عليهم الأول لما تجوزها فبييكم عليها وبيقول لها إنه هيحاول لكذبتها للصدر لكنه بيفوق بعدما ظهر على وشها الرعب وبيعتذر لها تكنها فورا بتطلب منه الطلق فتطلب منه يتجوز أريا وإن أريا لو وفقت هتكلم هي الأهل وتقنعهم بجوازهم ويروح بيرو يحكي لصديقه عن رغبة سويتا في الطلق لكن بيقطع كلامهم صديقه الثاني برسالة من أريا بتقول له فيها إنها تسافر هولندا فبيجر يلحقها قبل ما تركب عربيتها والأطري جاكارتا بيقول لها على اقترح سويتا ولكن أريا بتتهم بالجنون وبتقول له إن علاقتهم ماضي وأنه لازم يعجب سعادة مع الزبطة اللطيفة لأن أريا اللي كان بيحبها ماتت ولما بيركع بيرو بيته بيلاقي سويتا جمعتها دمها ومشت لجدها مع صديقتها لكن بيمروا على أحد قبور الأولية في الطريق بيقابلهم درمة بيطل صديق سويتا قالت له على قصة سويتا وبروب فبيكلمها وبيدعمها في مشكلتها وبتنطلق سويتا لبيت الجد وبتحكي للجدة القصة وبتطلب منها ما تقولش حاجة لحد في الأسرة لتجنب ضئهم وقلقهم وجدتها بتقدم لها كل الدعم بعد رحيل سويتا بيحس بيروب الندم وبيحكي القصة كلها لأهله وظلموا ليها ولولا الأم كان والده طردوا برا البيت وبتملد دموه عيون الكل وبعدها بيزوروا أصحابه عشان يوروا الفيلم الوسائقي بتاع أريا وسويتا مجرد ما بيشوف الفيلم بيجري على قطر جاكرتا قبل ما تروح أريا للمطور لكن المرة دي مش عشان يمنحها من السفر ولكن عشان يشكرها على إن أرد بصر اتجاه سويتا مميزتها ويطلب منها ترفقه تاني يوم في عبادة وبتوافق ولكن بيروب بيوصل لها قبل ما تقابل درما بيروب اعتذر لها عن كل اللي عمله ويقولها إن أريا خرجت من قلبه بيطلب منها ترجع معاه البيت عشان يبنوا أسرتهم سوا وبتقبل اعتذاره بيباتوا سوا في بيت الجدين والأول مرة على سريرة واحد وأخيرا بتفسي جيدا بمعركتها زي الأميرة اللي سميت تيمونا بيها القرآن في إيديها زقها في حضنها أهلاف ألباب والمدرسة في عقلها وبيعيشوا في تبات ونبات ودي كانت قصة من نهارته بتنسوش اللايك وسترسكرايب وتفعيل الجونس عشان فيه أفلام أجدد وقالة سمعانا وبس كده